بعد مرور خمس سنوات من تدشيني صاحب السمو وشيخ الدكتور سلطان برمحمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة الجيزة لأهالي البصيلية قبل المقيمين في القاهرة نستعرض لكم اليوم مستجداد هذا المرفق الخيري وما يقدمه من أعمال إنسانية هنا تفتح الأبواب للجميع لاستقبال كل قاصد الخير إنها جمعية البصيلة قبل بقرية المعتمدية بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة التي أنشيات بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبتكلفة تقدر بأكثر من ستة ملايين جنيها لخدمة أبناء أسوان المقيمين بالقاهرة ارتبطت صداقة بين الحق إبراهيم علي حسن عامي والسمو الدكتور سلطان قاسمي حاكم الشرقة من أيام ما كان طالب في كلية زراعة جامعة القاهرة واستمرت الصداقة أكثر من خمسين عام وطلب الشيخ من الحق إبراهيم علي حسن أنه يعمل جمعية أو يعمل أي شيء للبلد فقال له إحنا مشترين قطعة أرض وعايزين نبنيها جمعية فوافق من هنا كانت بداية إنشاء الجمعية التي وضع حجر الأساسي لها عام 2015 وافتتحت عام 2019 على مساحة 220 متراً وتتكون من خمسة طوابق تضم العديد من المرافق من بينها قاعة مناسبات في الطابق الأول يتجمع فيها أبناء أسوان الذين يدينون بالفضل لحاكم الشارقة في لم شملهم وتجمعهم إحنا أهلي البصلية الموجودين في القاهرة متفرقين عن بعض في أماكن مختلفة وقاهرة طبعاً كبيرة هو الجمعية التي عملها لنا دي خلانا كلنا متجمعين هو اللينا بنرجع لبعض هنا فيه تواصل اجتماعي بيننا بن بعض فجئنا كمان إن إحنا بينا نتعرف على بعض إن فيه ناس بتعرف بعضها أي نعم أهلي بلد واحدة بس مع الوقت واللي حصل في الميديا الناس بيتبقى عن بعض هو جمعنا في صراحة مركز طبي متكامل على أعلى مستوى يستقبل مرضى في الطابق الثاني من المبنى حيث يشمل عيادات في معظم التخصصات بأجر رمزية وبات قبلة لمرضى المنطقة وأهالي الجنوب تم إنشاء المركز ده من خمس سنين مع عمدية الإنشاء المجمع ككل وفيها دات بطنة وأطفال ونيسة وجلدية وعظام وكل التخصصات بأحدث الأجهزة التي كانت متاحة في الوقت ده وتم تزويد وتطوير عادات زيادات الأسنان مثلا بأجهزة حديثة جدا ممكن تكون مش موجودة أصلا في المنطقة كلها تم إنشاء عادات من الألف لها زيادة الأنف والأذن عادة الأجهزة الطبيعية تم إنشاءها بعديد من الأجهزة وإن شاء الله نحن جارين في تحديث كل الكلام ده وتطويره بشكل مستمر الحالات الحرجة اللي بتجينا في أي وقت هنبنستقبلها في الطابق الثالث من المبنى تجد حضانة للأطفال بأجر منخفضة بها قسم لتحفيظ القرآن وقاعة اجتماعات وغرفة رئيس مجلس إدارة الجمعية أما قاعة الأفراح التي تستخدم أحيانا كصالة للعب الأطفال فتوجد في الطابق الرابع ويختتم المبنى بشقة متكاملة في الطابق الأخير تستخدم كاستراحة وإقامة لطلبة وأبناء إصوان طلبة بتحضر مجلسية الدكتوراه واخد بالحضر بدل ما بيقعد في اللوكندوة بتعبه فيجي هنا في الاستراحة فيه ناس طبعا تاني بتيجي تعبانة مريض معها مريض ما بيبقىش فيه مكان متوفر ليه عشان يقيم فيه فبيقى هنا يقعد برضو في نفس الاستراحة الجمعية تقدم أيضا الخدمات المجانية للأعضاء وتسمح لهم باستخدام دار المناسبات وصيارة خدمة الموتى مجانا بالإضافة لتحملها مصاريف الجنائز كاملة وبأجر منخفض لغير الأعضاء وأهالي المنطقة فيما تعتمد الجمعية في تمويل خدماتها على الاشتراكات السنوية للأعضاء لأخبار الدار محمد عبد الحكم القاهرة